لألاف السنين شكل النيل قلب الحضارة الإنسانية لكن أطول نهر في العالم يستنفر اليوم ثلاثة بلدان تتشارك مياهه كأساس لحياتها تنضمون إلينا في رحلة فريدة على نهر النيل سنريكم كيف يسبب بناء إثيوبيا لسد ضخم مشكلة كبيرة على طول مجرى النهر هذا هو سد النهضة الإثيوبي الكبير وهو محور قصتنا عند الانتهاء من بنائه سيكون أحد أكبر السدود في العالم وأكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرمائية في أفريقيا المكان حار جدا هنا وأنا أقف مطلا على هذا المنظر الهائل للسد انظروا إلى تلك الزاوية البعيدة يمكنكم رؤية الارتفاع النهائي المتوقع للسد سيصلوا إلى هنا سيتم بناء هذا السد الأسمنتي نحو الأعلى سيصلوا عرضه إلى 1.8 كم وبعمق 170 مترا تقريبا سيشكل الخزان الناتج عن هذا السد إحدى أكبر البحيرات في أفريقيا وعند امتلائه سيكفي لتغطية مساحة تفوق مساحة لندن الكبرى مما سيجعل مياه النيل الأزرق تفيد على مساحة حوالي 250 كم لكنه إن امتلأ بسرعة ستتدفق مياه أقل في مجرعها لا يوجد كهرباء في قرية ياسر محمود سيحقق هذا السد فارقا كبيرا في حياة سكان القرية وحياة 70% من الإثيوبيين لذا يساهم الناس في تمويل البناء من خلال الضرائب واليناصيب بدأ التحديث يغير بالفعل من شكل الحياة في العاصمة أديسابابا تريد إثيوبيا أن تنتشل من الفقر سكانها المتزايدين انظروا إلى أعمال البناء القائمة إنما الاقتصاد أساسي هنا ولكن لسرعة التغيير ثمن فلا يوجد مجال كبير لحرية التعبير هنا في هذا المكان الاستثنائي في عاصمة السودان الخرطوم يلتقي النيل الأزرق القادم من إثيوبيا بالنيل الأبيض في طريقهما إلى مصر سينظم السد تدفق المياه ويحد من الفيضانات وهذه فائدة عظيمة لمزارع السودان هناك مشاريع ري ضخمة هنا ولدى السودان اتفاقية طويلة المدى مع مصر حول المياه ولكنهما على خلاف اليوم حول مقدار استخدام السودان للمياه انظروا إلى وسائل تبريد الأبقار الأنابيب المعدنية هي مكيفات هوائية إن الكهرباء الرخيصة التي يوفرها السد تعني تبريدا للأبقار والكثير من الفوائد الأخرى في رحلتنا باتجاه شمال النيل نلتمس حياز السودان إلى إثيوبيا بشأن هذا السد يعود هذا التنافس الإقليمي إلى ألاف سنين إلى زمن الأهرامات السودانية إنه مشهد رائع ففي مرحلة ما كانت مصر بأكملها تحكم من هنا في السودان فالدول تصعد ثم تهوى أهلا بكم في ثاني محطة لنا في الرحلة مصر وما أجمل أن تشاهدها بهذه الطريقة فنحن هنا نحاول فهم سبب معارضة مصر الشديدة للسد الذي تقوم إثيوبيا ببنائه أعلى النهر لا تزال هذه المباني القديمة تقف شاهدة على اعتزاز مصر بهويتها الوطنية وأي تهديد للنهر يعتبر تهديداً لسيادتها وهابي صياد منذ أكثر من أربعين عاماً وقد سمع أن السد سيحد من تضافق مياه النيل ويتخوف من أن ذلك قد يشعل حرباً على المياه تتردد تلك المخاوف في القاهرة المليئة بالصخب والتي ستعاني من نقص في المياه بسبب النفايات والتلوث وزيادة السكان لا تثق مصر في أن تتحكم إثيوبيا فيما يشكل بالأساس صنبوراً كبيراً بإمكانها إغلاقه فقد شرعت إثيوبيا بإنشاء السد دون تشعور أو تحقق من تأثيره أسفل مجرى النهر وغضب مصر يثير خلافاً إقليمياً كبيراً هناك توتر شديد حول هذا النهر العظيم ولكن لو تأملنا في رحلتنا الطويلة سنجد أنه من الممكن تجنب حرب على المياه لو أن إثيوبيا والسودان ومصر اتفقوا على تقاسم مياه النيل اشتركوا في القناة